موسيقى مرحبا مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة نتناول فيه مجموعة من الأخبار والعنوين كالمعتاد من الصحافة العربية اليمنية أيضا نبدأ هذه الجولة من الصحافة اليمنية موقع التغيير نتجاء في المقاومة التهامية تصاعد من هجماتها على مواقع وتجمعات الميليشيا إلى عنوان آخر وزير الداخلية يقول هناك شكوك لدى الحكومة اليمنية حول جدية الميليشيا في السلام في الجانب الاقتصادي انهيار متسارع للريال اليمني أمام العمولات الأجنبية والدولار في أعلى مستوياته في التفاصيل أيضا التي ركز عليها الموقع دعم حكومات منظمة التعاون الإسلامي للشرعية في اليمن ويقول الخبر أكد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي دعمهم المتواصلة للشرعية الدستورية في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون الخالجي وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية وأضف الموقع كما أكدوا في بيانهم الختمي لمؤتمر القمة الإسلامية الثالث عشر التي عقدت في مدينة سطنبول التركية أكدوا على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتابع الموقع في التفاصيل وأشهدوا بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مشاورات سلام على أساس المبادرة الخالجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم اثنين وعشرين ستة عشر نتحول إلى موقع نيوز يمن نطالع في صفحته الرئيسية أبرز العنوين ومنها ولد الشيخ يقول اليمن قريب من السلام أكثر من أي وقت مضى والنجاح يتطلب تسوية صعبة من المتحاربين في موضوع آخر واشنطن تدرس طلبا من الإمارات بمساعدة عسكرية في اليمن اهتم الموقع بخبر التحذيرات التي أطلقها مركز الأرصاد الجوية بشأن مخاطر الأنطار والسيول يقول الموقع في الخبر جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيره للمواطنين القاطمين بالمرتفعات والهضاب الداخلية والصحارة والسواحل الجنوبية الابتعاد عن مجاري السيول جراء استمرار هطول الأنطار الرعدية ونبه المركز في نشرته المسائية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في المنحضرات الجبلية والتدني في مدى الرؤية الأفقية وأشار المركز إلى أن حالة لعدم الاستقرار لا تزال تسود أجواء معظم محافظات والتي تسهم في تشكل الغيوم الكثيفة التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من لحج جنوبا وحتى محافظة صعدة شمالا مع امتدادها إلى محافظات عدن، أبيان، شبوة، مأرب، الجوف، حضرموت والمهرع وبحسب المركز فإن التقص خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة غائم جزئيا بشكل عام على السواحل الغربية وأرخب السقطرة مع احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على مرتفعات محافظات المحويت حجة، ريمة، تعز، إب، ذمار، البيضاء، لحج والضالع كيف ابتلع الحوثي صالح؟ تحت هذا التساؤل كتب علي الجراد مقالا نشره موقع نيوز يمن وقال الجراد بعد عام من الانقلاب والتمرد وبدء عاصفة الحزم التي وضعت حدا لأحلام التوسع الفارسي في اليمن والخليج يكاد الخاسر الوحيد من الانقلاب والحوار والتسويات هو صالح وأسرته ومن تبقى من الموالين له الحوثي بعد عام من الانقلاب يعقد صفقات وتفاهمات إيجابية مع السعودية ويستثنى صالح منها باعتباره صاحب طعنة في ظهر المملكة والخليج الذي طالما قدم له العون في لحظات الشدة وساعده في الخروج بحصانة تضمن له التمتع بأموال الشعب بقية حياته لكن الحقد والانتقام يورث عمل بصيرة المجتمع الدولي يبدو حريصا على الحوثي في محادثات الكويت القادمة ويرى فيه الطرف الأقوى كممثل لجبهة التمرد والانقلاب وتسربت معلومات عن تفاهمات حوثية خليجية قدم الحوثي معلومات ثمينة عن صالح واستعداده للمساهمة في تقديم صالح هدية صداقة وتكتيك مؤقت لتهديئة حزم العاصفة صالح سلم الجيش والحزب لميليشيا الحوثي بدافع الانتقام من خصومه والحوثي سيسلم صالح للخليج بدافع الخلاص والخروج من حفرة الانقلاب والتمرد وتهديد أمن الخليج ليس ذلك نهاية المطاف فصالح معروف بالمكر والخديعة ولا يزال في كنانته بعض الصهام قد يستخدمها في اللحظات الحاسمة كالجندي يقتل أثناء الانسحاب من المعركة خوفا على حياته خطيئة ميليشيا الحوثي ليست بأقل من خطايا صالح فهي في شباك إيران ذات الحلم الاستعماري الفارسي ولن تستطيع التوافق مع المصالح الحيوية لليمن ومحيطها الخليجي وإلا فإن محادثات السلام القادمة في دولة الكويت الشقيقة فرصة تمينة للخروج من مستنقع الدمار والهلاك الذي سببته لنفسها ولليمن مشاهدين تناول موقع مصدر أونلاين أهم الأخبار على المستوى السياسي والعسكري وقال المئات يشيعون الربيا والماطري في الضالع ومطالبات بكشف عن المتورطين في اغتيالهما على المستوى العسكري قوات الجيش والمقاتلات ومقاتلات التحالف تطرد مسلح القاعدة من مدينة الحوطة في لحج أما في الشأن السياسي مندوب اليمن أمام المجلس الأمن يقول لميليشيا الحوثي وصالح علاقة خاصة بشبكات القاعدة وداعش تناول الموقع أيضا إفادة ولد الشيخ لمجلس الأمن بشأن اليمن وجاء في التفاصيل قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إن المشاورات المقبلة بين ممثلين عن الحكومة والانقلابيين تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 22-16 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة أضاف الموقع جاء ذلك خلال إلقاء ولد الشيخ كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في اليمن وأضاف ولد الشيخ أن المحادثات ستركز على إطار يماهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأشار ولد الشيخ إلى أنه سيطلب من المشاركين في المشاورات وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سوف تنطلقون منها سينطلقون منها وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب الميليشيا والمجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين نذهب إلى موقع الاشتراك نت مشاهدين والتي تصدر فيها العديد من الأخبار والعنوين منها بعد أقل من 24 ساعة من قتل شحرة الميليشيا تقتل مواطنا بقرية الغراب في السحول وتختطف 15 آخرين على المستوى العسكري الجوف مدفعية قوات الجيش والمقاومة تستهدف عددا من الأليات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا في منطقة الغضة بمدرية المتون إلى عدن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية في المنصورة وركز الموقع على التفاصيل العملية التي نفذتها المقاومة التهمية ضد الميليشيا في الحديدة جاء في الخبر شنت المقاومة الشعبية في تهامة هجوما عنيفا استهدف نقطة تفتيش لميليشيا الحوثي وصالح بمدرية القناوس في محافظة الحديدة غرب البلاد مصدر محلي قال للاشتراك نت إن المقاومة الشعبية هجمت نقطة تفتيش للميليشيا على مدخل مدرية القناوس وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا ننتقل إلى موقع يمن مونيتر نطالع فيه برنامج الأغذية العالمية يقول نصف محافظات اليمن على شفى المجاعة على المستوى العسكري قتيل وعشرون جريح من المقاومة في خروقات لخامس أيام الهدنة في تعز نقل الموقع أيضا عن مسؤول يمني قوله جزء من فريق الشرعية يغادر اليوم السبت إلى الكويت إلى جنوب البلاد تناول الموقع خبر قصف التحالف العربي مواقع لتنظيم القاعدة في أمين وجاء في الخبر قال سكان محليون إن مقاتلات حربية تابعة للتحالف العربي استأنفت قصف مواقع مفترضة لمسلح تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبية البلاد وذكر سكان اليمن مونيتر أن انفجارات عنيفة هزت مدينتي خنفر وقعار عقب غارات استهدفت مواقع يسيطر عليها تنظيم القاعدة في جبل خنفر ومقر جهاز محو الأمية ووفقا للمصادر فقد استهدفت الغارات أيضا مواقع مسلح القاعدة في مبنى محكمة خنفر التي يسيطرون عليها وسمع دوي انفجارات عنيفة قصص من إب تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالا في موقع يمن مونيتر تحدثت فيه عن حادثة مقتل بشير شحرة والذي قتلته الميليشيا في محافظة إب وتقول الكاتبة كما عودتنا مدينة إب ها هي تجود بقصة أخرى للنضال والحزن بشير شحرة الرجل الذي ستقص ملحمته الموجعة شابات وعجائز المدينة القديمة لجيل لن يشهد وجود طغمة الأوغاد ستقص حكاية ذلك الأسد الثائر الذي اختالته الوحشية صباحا حين قاوم الطغيان ببسالة الشجعان ووقف أمام الطائفية التي تمزق مجتمع إب عبر منابر الخطابة فقد حاولت ميليشيا الحوثي تغيير خطيب الجامع الكبير في مدينة إب القديمة بخطيب من قبلها ناطق بأفكار هذه جماعة الطائفية العنصرية فتصد لهم بشير شحرة مع زمرة من أهالي المنطقة رافدين تغيير الإمام وتكفلوا بحمايته استطاع بشير مع رفاقه منع أفراد الميليشيا من دخول أحياء حاراتهم الضيقة بصمود ليس له مثيل حتى ضفرت به الميليشيا فقد تم تطويق مداخل ومخارج المدينة القديمة بوحدات خاصة من قوات كتيبة الأعدام كما يطلق عليها هناك وقاموا بترويع أهالي المنطقة فتح بشير باب منزله بنفسه رافعا ذراعيه كي لا يرويع أطفاله وأطفال الحي بهذا الهجوم الآثم إلا أن هذه الميليشيا الإجرامية لم تكتفي بخروجه أعزلا مسلما نفسه درءا لما يمكن أن يقوم به من تفجير للمساكن العامرة لكن ما انطلعهم بهامته الشامخة حتى تم إعدامه على مرأة ومسمع من عائلته بإطلاق أعيرة نارية على رأسه مباشرة ليرتقي شهيدا شاكيا لله ظلم وغدر هؤلاء الوحوش الذين لم يكتفوا بأعدامه بهذه القصوة والوحشية بل قاموا بصحل جثمانه في أحياء مدينته وإحراق منزلين آخرين لإرفاقه الذين رفضوا معه اقتحام الميليشيا هذه رسالة معتادة لأبناء المدينة المسالمة كي تكون درسا لمن تثول له نفسه رفض السياسة الميليشيا من انتهاك الحقوق والحريات وهي رسالة كفيلة لكي تعود مدينة إب في سباة السلام حتى يأذن الله نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع ونطالع فيه إب قتلى وجرح جراء اقتحام الميليشيا لقرية في منطقة السحول إلى جنوب البلاد الأجهزة الأمنية تفاكك عبوة الناس فازرعت بسيارة أحد المواطنين بالبريقة في التطورات السياسية المبعوث الأممي يقول الأسبوع المقبلة ستكون حاسمة في اليمن وركز الموقع على تفاصيل مقتل مدني وإصابة آخرين إثر انفجار لغم أرضي وجاء في الخبر استشهد مواطن وجرح آخر نتيجة انفجار لغم أرضي زرعتهم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في إحدى الطرقات أثناء عودتهم إلى منازلهم بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء وقال مصدر محلي إن المواطن سالم قايد عرفج المرواني استشهد وأصيب محمد علي الراعي إثر انفجار لغم أرضي في منطقة الخسف المروان شمال مأرب زرعته الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح إلى هنا مشاهدين الأعزاء ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض الصحف العربية الصادرة في أعدادها اليوم ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة مشاهدين نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم والبداية من العراب الجديد عنونت في إحدى صفحاتها استهداف القاعدة يستبق المخادثات اليمنية ووفقا للصحيفة فإن المحافظات الجنوبية في اليمن تشهد تحولات متسارعة مع اقتراب الموعد المقرر لانطلاق محادثات السلام في الكويت إذ تمكنت قوات حكومية من استعادة السيطرة على مدينة الحوطة مركز محافظة لحج من أيدي مسلحي تنظيم القاعدة وأكدت مصادر محلية في محافظة لحج أكدت في محافظة لحج جنوبية اليمن للعرب الجديد أن القوات التابعة للحكومة والسلطة المحلية في عدن تمكنت من الدخول إلى مدينة الحوطة مركز محافظة لحج والتي كانت من المناطق الحساسة الواقعة تحت سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة ولا تستبعد الصحيفة أن يرد التنظيم الإرهابي على هذه الحملة بهجمات مباغتة أو يتوجه لإسقاط مدن أخرى كما حصل في سنوات سابقة وتفيد العرب الجديد أنه من المتوقع أن تؤثر أي عملية تصعيدية ضد القاعدة جنوب اليمن على مسار المحادثات وعملية وقف إطلاق النار الهش شمالا والذي صمد نسبيا حتى اليوم مع استمرار الخروقات بشكل يومي ونقلت صحيفة البيان عن من أسمته بمسؤول يمني رفيع إن المحادثات ستناقش آلية تنفيذ القرار 22-16 وليس شيئا آخر وأضاف أن المناقشات ستركز على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة معبرا عن التفاؤل بنجاح المحادثات في ضوء التفاهمات القائمة والتي تواكب اتفاق وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن متطلبات إنجاحها متوفرة هذه المرة وأوضح المسؤول اليمني أن وفد الحكومة سيتوجه غدا إلى العاصمة الكويتية استعدادا لانتلاق المحادثات من عنوين الصحيفة أيضا صحيفة البيان تقول الحوثيون يحاولون تفجير محادثات الكويت وقالت الصحيفة إن الحوثيين أعلنوا النفيرة العام في مدرية بني حشيش والتوجه إلى جبهة نهم كما واصلوا خروقاتهم للهدنة في محافظة تعز بقصف الأحياء السكنية مع شنهم هجومين فاشلين على منطقة الخلل في عزلة الأقروض ومقر اللواء 35 مدرع غرب المدينة اللقاء في الكويت للأطراف اليمنية يجب أن يكون فرصة لإيجاد رأس جسر لإبقاء اليمن دولة موحدة وأيضا لوضعه على الطريق طريق النمو الاقتصادي لأن الثقافة ثقافة العنف التي يعدها بعض اليمنيين ثقافة مقيمة لا تصلح ولا يمكن أن تنسجم مع سنوات القرن الواحد والعشرين وهكذا بدأ الكاتب وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميحي مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط عن لقاء الكويت وقال الرميحي يجب أن لا يفهم أطراف الخلاف أن اليمن يمكن أن يبقى على الخريطة السياسية وهو في حال اقتتال لا يرغب أحد اليوم أن يقلب المواجع إلا أنه من الضروري الاعتراف بأن عصي الإمامة وصالح لم يعودهما مستقبل اليمن هما جزء من الماضي ولكن ليس جزءا من المستقبل مستقبل اليمن هو القضاء على العنف ويقامة دولة حديثة بها القدر الكافي من الحكم الرشيد أي بكلمات أخرى تفعيل ما اتفق عليه في الحوار اليمني تفعيلا حقيقيا ورشيدا يضم الجميع في دولة وطنية مدنية عادلة لها دستور حديث يقبل التعددية ويقبل أيضا التبادل السلمي للسلطة من خلال مؤسسات تحترم من الجميع دون هذا المسار الذي يحتاج إلى شجاعة الرجال سوف يقع اليمن فيما يعرف بصراع منخفض الكثافة ويصبح اليمن دولة منسية وفاشلة ينهش في أجزائها المختلفة الصراع على السلطة وتتوزع القوة بين أمراء حرب بأسماء قبلية أو فئوية أو مناطقية مختلفة ومتناقضة وقد يجير استقلال اليمن لهذه القوة الإقليمية أو تلك ويبقى اليمن مكانا نازفا لا أحد يتذكره إلا لماما كجارته الصومال أو ربما أسوأ يجب أن لا يتوهم اليمنيون وأعني قادة الحوار في الكويت أن اليمن سوف يبقى محط اهتمام المجتمع الدولي أو يبقى مكانا لتنافر الإقليمي الذي يمكن أن تستفيد منه أطراف يمنية اليوم لكن ليس الغد ذلك وهم عليهم جميعا أن يتخلصوا منه وهم يقابلون بعضهم في الكويت بعد غد مع إضاعة هذا الوقت الذهبي ربما يضيع اليمن دون رجعة فهل تتحلل نخبة اليمنية بالحكمة وإنكار الذات أم أن الحكمة لم تعد يمنية؟ صحيفة السياسة الكويتية اعتبرت أنه لا هدنة في مدينة تاعز لا هدنة في مدينة تاعز عنوانات الهدنة لم تتحقق في تاعز والميليشيات تحاصرها بقوة تنقل الصحيفة الكويتية عن مصادر سياسية قولها إن الهدنة التي بدأت منتصف ليل الأحد الماضي لم تتحقق في تاعز مؤكدة أن معظم جبهات القتال بالمحافظة ما تزال مشتعلة وبقي الوضع على ما كان عليه قبل وقف إطلاق النار وقالت المصادر إن المعارك تواصلت في تاعز وأطرافها وبمناطق الضباب والوزعية وحيفان والشمايتين وجبل حبشي ومناطق أخرى من جانبه أكد مصدر محلي للسياسة أن الحصار المطبق على تاعز من قبل الميليشيات عاد من جديد بعد تمكنها من إحكام قبضتها على طريق التربة تاعز حيث بات هذا الطريق في مرمى نيرانها وأتضيف الصحيفة أن المنفذ الغربي للمدينة من جهة بيرباشا الذي سبق لقوات الشرعية أن فتحته في وقت سابق وعيد إغلاقه من قبل المتمردين بسبب تحكمهم بهذا المنفذ من خلال سيطرتهم على جبل أنهان الاستراتيجي المطل على المنفذ إلى صحيفة عكاظ السعودية تابعت طلب الإمارات من واشنطن لضرب القاعدة وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تدرس طلبا من دولة الإمارات بدعم عسكري يساعد في شن هجوم جديد ضد تنظيم القاعدة في اليمن وقال مسؤولون أمريكيون إن الإمارات طلبت مساعدة الولايات المتحدة في عملية إجلاء طبية وبحث وإنقاذ خلال القتال تضمنت طلبا أكبر بدعم جوي ومخابرتي ولوجستي أمريكي وتفيد الصحيفة قد تتيح حملة عسكرية إماراتية تدعمها واشطن لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرصة للمساعدة على توجيه ضربة جديدة للتنظيم وتقول الصحيفة استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية في اليمن ليكتسب المزيد من القوة عن أي وقت مضى ويسيطر في الوقت الراهن على مساحات من الأراضي اليمنية وتضيف عكاظة رغم الضربات الأمريكية المهمة ومنها واحدة أدت لمقتل ما يسمى بزعيم القاعدة في جزيرة العرب العام الماضي إلى أن جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب تقوضت بسبب الحرب الدائرة هناك قبل الخراب العربي بقليل تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله في العرب الجديد وقال الكاتب في أجزاء من المقالة مسافات قصيرة تفصل كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا عن السقوط إلى الهاوية هي لحظات معدودة من عمر كل البلدان العربية الأربعة قبل أن تدخل في دوامة الخراب الشامل الذي لا عودة منه إذا لم يتم تدارك الموقف والتقاط الفرصة الأخيرة التي تلوح في الأفق في الحالتين اليمنية والليبية تبدو المشكلة أقل تعقيدا حتى الآن فاليمن الذي خسر الكثير جراء تحالف علي عبدالله صالح والحركة الحوثية هناك فرصة تلوح أمامه اليوم في المباحثات التي يجري التحضير لانعقادها في الكويت وبدت في الآوينة الأخيرة بادرتان على طريق الحل هما نجاح الهدنة نسبيا وتوافق الأطراف الإقليمية والدولية على ضرورة وقف الحرب والعودة إلى الحوار وهذا لا يعني نهاية المطاف لأن القضايا المطروحة على طاولة البحث ليست من النوعية التي يمكن حلها بسرعة تحتاج إلى تفاهمات متعددة الأطراف محلية وأقليمية ودولية لكن الأساس هو توفر إرادة الحل ومن بعدها فتح باب التسويات حيال كل القضايا من دون اللجوء إلى السلاح ليست مشكلة اليمن سهلة لكن الضربة التي تلقاها المشروع الإيراني في بدايته تجعل التوصل إلى حل أقل كلفة وهذا ما يفسر تصلب طهران في سوريا والعراق على الرغم من هذه الخارطة المتشضية هناك أمل لكي توقف البلدان الأربعة مسيرة الانتحال الذاتي وتعلي من شأن الحوار طريقا وحيدا من أجل بناء مستقبل ديمقراطي لكل المكونات وإلا ستكون نهاية هذه الدول وقيام دولة داعش بلا منافس ومن دون كلفة بهذا القادر من تناولات الصحافة العربية اليوم والمواقع اليمنية نكون قد وصلنا إلى ختم حلقة كوشك الصحافة وإلى الأنقاكم في حلقة جديدة في أمان الله مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتر نتابعها معاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة